شوارع الخرطوم، أمدرمان، والأبيض، والغضارف، وغيرها من المدن السودانية غصت بالمتظاهرين الذين خرجوا ليؤكدوا أن ثورة 30 تموز مستمرة لتحقيق هدفها الأسمى حكم مدني خال من سطوة العسكر، ومؤسسات وطنية، وثروة الشعب للشعب التظاهرات انطلقت في معظم المدن السودانية ولاقت دعماً سياسياً من الأحزاب لتعيد إلى الأذهان أحداث 30 حزيران من عام 2019 عندما خرج السودانيون إلى الشارع لحمل العسكر على العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أحداث العنف التي رافقت فضى اعتصام القيادة العامة للجيش كذلك اليوم لم يكن الرد العسكري أقل ضراوة عن اعتصام عام 2019 السلطة عمدت إلى قطع الانترنت وانتشرت قوات الجيش والشرطة واتخذت جراءات أمنية مشددة كان المتظاهرون ضحيتها قتلى وجرحى في كل منهم درمان والخرطوم والعدد مرشح للارتفاع حيث الحكم العسكري اتخذ قرار المواجهة على ما يبدو كل هذه الأحداث حصلت رغم تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان بالحفاظ على حياة المتظاهرين وعلى الرغم من الاتفاف الكبير من قبل كل قوى المعارضة حول التظاهرات إلا أن الأهداف تختلف بين من يتمسك بإطاحة ما سموه الانقلاب بشكل كامل ومحاكمة قادته وبين أطراف تريد الاستفادة من الزخم الشعبي في الحصول على تنازلات من العسكر خلال المفاوضات رهان السودانيين على الحراك المدني نابع من تجاربهم السابقة بعد سقوط نظام البشير حيث يرون أن التظاهرات هي السبيل الوحيد لاستلام زمام المبادرة وعدم السماح بسرقة مكتسبات الثورة اشتركوا في القناة